ملاعبية بعد الاعتداء هذا معناها شو مش يصير كيفاش بش يكور ملاعبي كيفاش بش يجيك مرة أخرى نجم يواصل هاي نجم يعاود يخدم يجي ملاعبي خايف بش كل ملاعبي إلي حتى بش يجي نادي الأفريقي يعرف الوضعية لازكن نجم يجيك هو إلا لا اليوم برشة سؤالات تطرح في هذا الموضوع صرته بعد حدث الاعتداء اليوم صحيح شوف اللي صار النادي الأفريقي تاوى فنيا والوضعية متاع نادي الأفريقي فنيا وماديا رأى ما هيش حاجة جديدة رأى عندها سنين ما هيش ما هيش طوى المشكل وين في كل عام في كل في كل مرحلة يتغيروا أشخاص ويجيبوا أشخاص أخرين في الإدارة ولا في الإطار الفني ولا اللاعبين لكن الوضعية في اللخر في اللخر ترجع كما هي وشوفنا اليوم شنية سار معناها الشي يحزن على اللخر وقتلي تلقى نادي في حجم نادي الأفريقي يصير فيه ليسار اليوم عليش على خاطر الناس ما قعدتش مبعضها ما اخذتش الديق ما صلحتش ما حابتش تصلح الي هذي يجي يركب على غيره الي هذي يجي يحب يخرج هو في دور المنقذ الي هذي يقول أنا اللي قديت لكلوب أنا اللي عملت لكلوب أنا اللي زلت لكلوب لكن في اللخر مصلحة نادي الأفريقي معناها معناها كل الإسلاح العميق اللي احنا حكيو عليه راهو النادي الأفريقي راهو كما الدولة راه كما وضعتوه نصطوه بذبط اللي حكيو بينا عالشعبهويه اخي شكون اللي عمف الشعبهويه الانسان الفارغ الانسان معرش يعمل معندوش ثقة في الديسيزيون بتاعه سمحني مش كان فارغ شي قاعد يزوه شي قاعد يزين راه سمحني يا راهو يليت الشعبهويه راه مش كان الانسان فارغ فاما لا احنا في تونس ما لو رزموه لينا هكا الانسان الفارغ ولا الانسان اللي انتر جيميه خبيث ايش معناه يا خبيث معانا تمنى يستعطف الناس بالشعبهويه يعطيهم الكلام اللي يحبوا يسمعوه وسيم سمحني في الكلمة اي 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 خاطر الشعبهويه راهو برشا يمارسوا فيه ويعرفوا الوحي من مارسوا في الشعبهويه مانيش نحكي كان عالكورة القدم هنا نحكي عالكل شي ريان كم بشي يستعطفوا الناس وهذه اللي حقيقة حتى قدنا مربي حرام راه والله حتى قدنا مربي حرام راه كن حتى كان وهي ما تجيش كن خبيث وانفع اعمل الشعبهويه وانفع فالاخر جيب الفلوس اعمل شعبهويه ويجيب الفلوس اعمل شعبهويه وهزتي ترويت نظم الستركتوره متاع النادي شكون اللي انت دب شكون اللي يجيب شكون اللي ينحي علش نحيت شني البرنيم ماني قتلك اليومى في غياب انا هي اموديرا اللي استقالت من هاته اسهل حاجة عنا حاتن أسأل حاجة عنها ولاتًا يقول لك راه فلان الرابعي من فلان يعني ما يمشيش للديو ما يمشيش الغلطة ويسلح يحاول جيب الحلول بالحق راه لو الناس ماخذ بلايس ميش بلايسها الناس رايقاعدة تسير في الكرة في تونس راه وسمعني في الكلمة ما تفهمش في الكرة مم معناه ما تفهمش في الكرة سمعني في الكلمة ما تعرش الشيد اللي دارو ما تعرش كيفاش يجيب الفلوس في تونس لماذا نحكي عن المشاكل في الكلاب الكل على خاطر هذي هو اللي صاير ويتلقاه اكثر استابلية معناها فنيا وإداريا تلقاه ناجح وليك زعب الموجود لاتحاد المونستيري ولا كي كانت سليمان ولا مستقبل سليمان ولا التراجع الرياضي التونسي هذي 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 كانوا استابل اكثر كانوا استقرار مادي واستقرار فني وكل واحد كان يخدم في خدمته كما يلزم ونشوفه الريزولتات احنا اليوم نحلل في واقع حاد تصارت معنا يا روما معنا حتى يتفاضل شوف حاتم رو حتى لانا واحد الناس ميسجد لقيادة جيني معناه من احبير نادي الافريقي الكل تقول كونه اللي عمله معناه السليمي معناه اجج الوضع معناه كما نقوله كان كما قال منعب حقهم معناه ايه اغلبية معناه فما كما نقوله احنا نسبة على الاقل حتى عن حسنية لا احنا نوضحوا لانه فما نسبة مقاوية كبيرة مجمور نادي الافريقي يقول لك اذاك هو الواقعنا وليوم شجاعة اسامة السليمي خلته يخرج الحدف ويقول له ايشن هو اللي صار في الافريقي الشجاعة احنا نعرفه تشوفها حاتم رو احنا في تونس النادي الافريقي كيما نقوله فما زادا كيف هو بالضبط اللي يصير في النادي السفيقس وكيف هو بالضبط اللي يصير في النزم اللي يصيحلي وديما نعوده باختلاف الدرجات معناه في النادي الاسفيقس نعطيك مثلا اخر مرة اشتاركي الجمهور حب معناه عنده الحق ما تغشش على الاخر تم تأثير الحركة الاحتجاجية هذي ومشاوت الجماهير المؤثرة وتم التنسيق يظهر لوقتك كان صدقني ربي مع الادارة وبلغوا صوتهم بحدة وبلغوا صوتهم بحرقة من غير ما نوصلوا للحاجات المتاع التعنيف معناه والحكاية هذي اللي هي يقبلها اللي هي يقبلها في مرات سابقة وصل وأخطأ الجمهور وكيف كيف تراجي وكيف كيف النجمة وكيف كيف النجمة للساحة يعني هذي هذي غير مربوط نعاد نقول لك حاطب ماذا بينا نغزل الموضوع هذي بطريقة اشمل راو ما يهمش النادي الافريقي فقط تبقينا المسؤولين راو حاطة ساعة ساعة المسؤول تلمون يبدأ بريسي وتلمون يبدأ عليه برشة الضغط وبرشة تليفونيات يحب يجي قدام ميكروه يحب يحكي اللي في قلبه الكل وبرشة تليفونيات نحكيوه حتى مدربين لو يخرجوا ويحكيوه حاجات في الكوزين انترنت ومن كثر الضغط غير مبرر متفقين غير مبرر نعرف نعرف غير مبرر لكن نحاوله لازمنا نخذر الموضوع دي ما نقول لك من جميع النواحي بما أنه مسؤول مضغوط ولا مدرب مضغوط نرجو عليه شبيل مسؤول مضغوط وش بيه المدرب مضغوط مضغوط طرف اللي نعود نتسكره الحلقة بالجماهير اللي يحبوا النتيجة إميديات مو والنتيجة هيك اللي ما تجيش إميديات مو هذا هو ملخص الموضوع حاتم انتي لعبت مع أسامة السلامي لعبت مع أسامة وتقريبا كيفاش نمشي معك من العام معناها تصريح أسامة السلامي انتي كلاعب سابق في النادي الفريق شوف حتى الوخياني الكل روما يزنوش نخرجوهم الإطار متاعه روما أسامة حتى كيحكاها كاكا روما الغيرة متاعه متاع النادي الفريق وإسامة معتها كان في ميكرو معتها في يخدم كرونيكير قال لك أنا أكثر حاجة فرحان بها أنه ثم أربعة عشر نبلاع بي فان كونترا في النادي الفريقي اليوم أسامة وين الغلطة؟ إنها جات بعد هزيمة هزيمة كبيرة هزيمة كبيرة هاي الوين المشكلة اليوم أسامة مكش في قدام الميكرو أنت مكش كرونيكير اليوم أنت مسؤول اليوم أنت غدوة بيش تمشي تلقى الملعبية ذو ما قدامك الناس ذو ما قدامك كيفاش بيش تتواجهها؟ كيفاش تحكي معها؟ هذي المشكلة هزيمة لكن اليوم أحنا بيش نحكيه مالرزمو كان يحكي وسيمة الناس يكل على العصابة من رئيس جامعية من ملعبية من مدربين الناس يكل الناس يكل على العصابة اليوم كيفاش يدزمنا نحتويه الأزمة ذي لخطر اليوم أروا نهارين أخوين عدنا عدنا ماتش مع السليمان ما نعرفوش نحتويه الأزمات ما نعرفوه هل المشكلة أحنا تاوي ما نعرفوه هل المشكلة أحنا تاوي في الأعلام؟ يزي من أكوش بترويحكم على الصحافين وأكو ما تحبوش الظهور الأعلامي أخرج طويكة صارح الجمهور راهو الجمهور تصارحوا وتقولوا راهو الله غالب راهي الكانيوتة فارغة وراهو يزمنا نعملوا شوية مع بعضنا شوية مجهود وقت هالجمهور يفهمك ما هو جمهور؟ جمهور تتذكروه كان في اللطخات وفي الفلوس وهات وقص ومراول ومريول جديد ومريول مو سبحان الله والله نعرف بطالة والله والله نعرف بطالة والله ونحاوه من جيوبهم من مصروفهم اليومي بش أعطيهوا الكلب آفريقي بسمعتش بلال عيفا وليس بارحكي الحمد رعانا أنا فرما واحد نعرفوه يودي ديما شهريته في النيغاتيف مش يعمل قرض سلفة استثنائية بش يلطق في النادي الأفريقي وجيهم بعد ما يلقاش لأنا نحكي له كنت البارح معنا بلال عيفا تخلي معنا بلال وقال يعني فيما واحد نسكين معنا دوام تأعينيه دوام تأعينيه مش يخلص به معنا الوقت في اللاتخات شوف أنا ممكن مش نحكي في الحلول تواسعة بلوهاب صراحة زاد اللي حبي يلعب في النادي الأفريقي يلزم يكون لقد المريول وقد المسؤولي تبه هذا واقع ولا يا حاج أخرى يا حاج أخرى لا تجمش انت بش تجي انت توبين عناش انت يوسف العلم اليوم خرجت قبل العام وعملت ذلك الفيديو الشهير قلت اليوم عن افكتيف محترم ومحترم جدا وقتلي البلاتويت الكل الرياضية الإذاعية والتلفزية والصحافة المكتوبة وكل احكاة وقالوا افكتيف رصيد بشري النادي الأفريقي متواضع جدا هذي لا اخر كما قلت انت اخرش صراح الناس وقتلي خرج سيد يوسف العلمي صراح الناس كلامه فيه برش اخطاء قال اليوم مش نعملوا انفسيسمان على اطار فني محترم وكفاء وتعرفوه جدا لي هو بيرترون مرشان يا اخوي انت بش تراهنا بيرترون مرشان ربي يش فيه وربي عافيه ان شاء الله لكن اليوم ما هوش الرجل المناسب المكان المناسب احكيت على رأس البشري كان من المفروض حلوله تحبوا حلوله نورمالما كان يرفع منع من الانتداب يش يخلي على اقل اطار الفني الجاي يجي يعمل انتداباته اقل حاجه اقل حاجه هذي هذي ساعة من اول الحلول ساعة ميدياتمان ذي رفع المنعم من الانتدابات راك بالرصيد البشري هذا يا حاتم الافريقي مش مش بسير حاتشي هوا ليش ليه هوا بش قولك عليش بنروح الساعة المنعبية ذو ما بش يلعب يجب تحتويها الازمة تاو انتي انتي مهما يكون شو سي عبدوهاب انتي مهما يكون شو شو هو لما اللي فيه يا منعب كيفش تحتويه طوى ايجا انتي بو انتي يوسف العلمي ولو معناها مش كبير على البرشة جوارات اما كيبوهم لمهم احكيهم فما التأثير فما شوية معناها امبيانس يتخلق اما مش راو فما كلونات راو في الافريق تحبو نحكيه كارت سيرتاب الفيسير مش مش نظيفة رايي في الافريق ما بيني لاعبين وبين لاعبين فمياش فما كلونات اخي اهنا راو الواقع النادي الافريقي يا سي عبدوهاب خان فهمك حاجة مش فهمك انا حاجة انا عشت هذي الفين و الفين وثمانين شو اخي الوصل مرعم بعد نرجع لكنا نعقب على كلمة طعرف كي تجي انتي تصلح الشرخ اللي ساير ما بيني الناعبية وتخليهم واسمع وتحسسهم اللي يك الشعارة ذاكة معناها يزمك تدافع على الشعارة ذاكة مهما كانت الظروف ما تخسرش كونتر بيجة اهنا بيجة مع احترامي البرشة منافسين ركفي بول معناها اكثر اللي كيباتا ذوكم يتمنيوا يلعب معاك ماتشا ميكان ما بش نبدأوا بالواقع ما بش تحكي انا كصحافي في المستوى اه في المستوى الملعبية هكا تحكي كمحب مش كصحافي لا تحكيك كمستوى اهوانا مثلا انا عالبالك انا انا بصريح العبارة ونصارح والناس الكل عن ملأ انا راني فاناتيك تاع الكلوب اما اذا شوف كتاباتي تقول كان نكتب على اسبيرونسا تقولها دائم كشخ كان نكتب على اسفاق ستقول عبدالوهير صريح القلم يعني المميز اما معناها من داخل مش تخبي انت ماءك ولا حبك النادي الفريق نرجع ومنعم الكلام نقولوا ايجا انت مكبوهم الكبير انت رئيس الهيئة لمهم الجوارات قلوا مرانا قدام ظرف حساس يا سلامي زاد تحكي انت سلامي زادا اكثر اكثر حاجات اللي وصلت الشعوب للحروب هي الاتصالية السياسة الاتصالية الخاطئة فهمت كيكون خطابك عنف معناها بالعنف ولا خطابك معناها فيه برشة احاءات معناها متاع تولي رك تهلك جيل كامل فهمت اما ايجا لما الناس الكل لما الناس الكل احكي معاهم مرانا قدام ظرف حساس يا ملاعبية اللي عندو اللي بيش يعطي اربعين طوى ازم يعطي ثمانين فهمت سلامي سلامي رك طوى رك مكشة رك مسؤول على كلمك فهمت هو راهو باش ينكون واقعين كما قال طوى حاتم برشة اراء تختلف راهو اما راهو سلامي كيتكلم راهو يستهوي برشة جماهير الكلام بتاعه برشة يحبوا كل اللغة الثورية والعنف وشكونوا هم الجمهورة الافريقية مو صغار ولي دخلوا البارك اذو ما اليوم وضربوا ما هو ديجان فهمت تستهويهم اكل عبارات الثورية والخطابات الملهمة وكل شي اه صاروا سلامي كمكاك اليوم نمشوا وفشقهم جوارات نعطيهم تراح سلامي طوى رك مسؤول ومثال وقدوة ومثال وقدوة راهو كلمك صحيح اما راهو كي يبدأ في بيروك انت والملاعبية وكل شيء وباقل حد لا ما جوست حاجة سابتل هاي براو انتصار باجا الحقيقة متعربي كراويا باجا راي ربحت معناها ثلاثة ما تشويت دو سويت معناها لا ما تخلنيش راسة راسة مع باجا لا لا مش خليت كراسة مش خلي في كراس راسة راهو معناها في ربك لا مش خلي في كراس راسة اما شوف ما هي هذي الاحنا برميل حاجات اللي لازمنا نوليه نقراولها الف حساب راهو اللي قدم كراويا لازمنا نشكروهم اللي خاصة في الازمة هذي بتراو بالحق اللي يعمل حتى شوية في ظل هالكما نقوله الخماذة الكل ما نجمو كان نشكروهم نقوله اللي عطي صحة نحكي رياضيهم حاتم من الحقيقة هي ازمة صحية ولازم تطويقها صحية ولازم تتح التنسيون كي ما قال ونطيحه ولا المعطل نهدي والعصاب كي ما قال هذا الكل صحية ونحط نحكيه في البلاتوية هذا الكل صحية لكن لكن يقول القائل اي محب اي واحد يسمع فينا اعطيني غدوة ماذا نعمل اعطيني غدوة صباح ماذا نعمل